هذه أبرز العناوين النجم المغربي صفيا البقالي يحتل المركز التالي في سباقي 3000 متر موانع بملتقى بروكسيلا وليد الرجراجي يفاجغ الجمهور المغربية ويستدعي بديل حاكم زياش أمام منتخبه إفريقيا الوسطى في تصفية الإفريقية مدرب كريستال بالاس يكشف تفاصيل مفاجئة عن إصابة الدولية المغربي شاد رياضة وغيابه لأكثر من 12 أسبوعا عن الفريق الفتحة الرياضية المغربي ينتظر نسبة 20% من صفقة انتقال مهدي موهوبة من الرجاء الرياضي إلى دينامو موسكو الروسية قبل ما نبدأ ما تنساش تشارك معنا في القناة وتفعل جل جرس باشي وصلك دائما أخبار المغرب احتل البطل العالمي الأولمبي سوفين البقالي أمس الجمعة المركز الثاني في سباقي 3000 متر موانع بملتقى بروكسل ببلجيكا المحطة الأخيرة في المنافسات الدور المنسي لألعاب القوة أضع البقالي مسافة السباق في زمان قدره 8 دقائق 8 ثواني خلف للكيني أموس سيريم في 8 دقائق 96 جزء من المئة في المركز التالي التونسي محمد أمين الجينوي في 8 دقائق 9 ثواني فاصل 68 جزء من المئة كان البطل المغربي قد نجح في الاحتفاظ بلقبه الأولمبي في سباقي 3000 متر موانع بأولمبيا لباريس بعد فوزه سابقا بدهبية أولمبيا لطوكيو وضع وليد الرقرقية مدرب المنتخب الوطني البغربي أسام الصحراوي المحترف في صفوف ليلة الفرنسي خياره الأول لتعويض غياب المحتمل لحاكم زياش نجم نادي غاضزاري التوكي في مواجهته جمهوري الإفريقي الوسطى يواجه المتخب الوطني المغربي في أكتوبر جمهورية إفريقي الوسطى ضمن تصفيات مؤهلة لكأس أمم إفريقي المغرب 2025 وخضع حاكم زياش لفحوصات طبية دقيقة داخل نادي غاضزاري أظهرت حاجته إلى الفترة من الراحة لن تقل عن شهر كامل أقب إصابتي على مستوى عضرة الضهر رجحت المصادر المقربة من المنتخب المغربي عدم وضع زياش حتى لو تعاف قبله مواجهة جمهورية إفريقي الوسطى كي لا يؤجل وضعه داخل نادي غاضزاري وتركه يبحث عن مقعد نساسي بصفوفه بعدما رفض ناديه مؤخرا كافة عروض بيعها كما أنه لن يكون جاهزا من الناحية البدنية قال وليد الرجرغي في المؤتمر الصحفي بعد مباراة لسوتو إنه تواصل مع الصحراوي الذي عدل عن تمثيل منتخب النرويش وأبلغ أنه ينتظره قريبا مع تأكيد صعوبة حجز مكان له داخل معسكر وصود الأطلس وهو التحدي الذي قبل به اللاعب من غير المستبعد أن يضم الرجرغي أيضا صعيب الدرويش لاعبين دهوفنا الهولندية بعد تألقه في بداية الموسم الحالي رفقة ناديه بتسجيل هدفين وصناعة آخر في الدوري يشار إلى أن المنتخب المغربي لكرة القدم يشارك في تصفيات الكان كبروفيل للمشاركة في بطولة القارية التي ستقام على المملكة المغربية خلال عام ٢٠٢٥ في الصيف تحدث أوليفر غلاسينر مدرب كريستال بولاسا الإنجليزي عن جديد حالة صحية للعب الدولي المغربي شادريات بعد تعرضه لإصابة خلال مباراة فريقه لدى نوريتشي سيتي ضمن كأس رابطة الدورية الإنجليزية المتازة ومدة غيابه قال غلاسينر في الأدوات صحفية التي تسبق مباراة كريستال بولاس والإستر سيتي أخبرنا الأطباء أن الأمر سيستغرق من ٨ إلى ١٢ أسبوعا في البداية اعتقدنا جميعا أن الأمر قد يكون أسوأ لكن الرابط الصلبي الأمامي لم يتمزق لذا فهذا مهم لكن الأمر سيستغرق عدة أسابيع يشار إلى أن الإصابة كانت سببا في غياب الدولي المغربي شادريات عن مبارتي المنتخب الوطني المغربي أمام كل من منتخب الجامون ومنتخب ليسوتو ضمن تصفية كأس مم إفريقيا المغرب ٢٠٢٥ وسيغيب في أكتوبر القادم أيضا عن معسكر أصول الأطلس الذي سيواجه فيه منتخب إفريقيا الوسطى ضمن التصفية المذكورة ينتظر نادي الفتح الرباطي توصل بنسبة من صفقة اللاعب الدولي المغربي مهدي موهوب الذي انتقل حديثا إلى الصف في دينامو موسكو الروسي من المرتعب أن ينعيش الفريق الرباطي خزينته بنسبة ٢٠٠٠٠ من صفقة انتقال مهدي موهوب من الرجاء الرياضي إلى نادي دينامو موسكو وذلك وفقا لما تنص عليه بنود العقد انضمام اللاعب للفريق الأخضر كان مهدي موهوب قد وقع في كشفات نادي دينامو موسكو عقدا يمتد حتى صيف عام ٢٠٢٩ خلال المركات الصيفية الجاري في صفقة إنهازة ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ الجدير بالذكر أن مهدي موهوب كان قد انضم إلى نادي الرجاء الرياضي في المركات الصيفية مالي قادما من الفتح الرباطي وحقق رفقة الفريق الأخضر خلال الموسم المصرم تنائية تاريخية ببطولة الاحترافية وكأس العرشة أعلن نادي الودادة الرياضية عن ضمه رسميا نجم نادي العين الإماراتي مهدي مباريك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية إلى صفوفه على سبيل الإعراء وقع مهدي مباريك نجم العين الإماراتي في كشفات نادي الودادة الرياضي عقدا يمتد لموسم واحد على سبيل الإعراء من العين بعد اجتيازه بنجاح الفحص الطبي حسب ما أكدته المصادر ويشار إلى أن مهدي مباريك صاحب الثالث والعشرون عمل كان قد عاد إلى صفوف العين الإماراتي بعد انتهاء فترة إعارته لصفوف الرجاء الرياضي الذي قضى في صفوفه الموسم واحد فقط في الموسم الماضي وحاز معه على تنائية تاريخية حيث فاز بلقب بطولة كأس العرش والبطولة الوطنية الاحترافية بدون أي هزيمة كأول فريق عربي أو فريق مغربي يصل إلى تلك النتيجة التاريخية ترجمة نانسي قنقر